الحمد لله والصلاة والصلاة والرسول الله أنا عارف أن كل الناس اللي تابعت معنا القصة في قلوبها ألام شديدة جداً وجراح كثيرة جداً نتيجة هذه الصدمات المتتالية من أول ما بداني نحكي الحكاية لحد ما وصلنا لسنة 48 وأنا عارف أن في صدمات تانية حصلت بعد كده حصل لنا صدمات في 56 وفي 67 وحصل لنا صدمات في معاهدات كثيرة فرطت في كثير من أراضي المسلمين وطبعاً منها في قضية فلسطين لكن أنا عايز أخرج بحاجة مهمة جداً وعايز أقول لكل المسلمين والمسلمات القضية لم تنتهي والملف لم يغلق ولن يغلق إلى يوم القيامة أرجع فكركم بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس إخوانا أرض بيت المقدس وفلسطين احتلت قبل ذلك 200 سنة بيت المقدس 92 سنة وبقية المدن الفلسطينية 200 سنة كاملة ومع ذلك كتب الله عز وجل لها التحرير مش بس الاحتلال الصليبي التطار احتل له أرض فلسطين وكتب الله عز وجل لها التحرير الاحتلال هذا متكرر كثيرا جدا في براحل التاريخ ودائما يكتب الله عز وجل النجاة للمؤمنين المتقين يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكان حقا علينا نصر المؤمنين انظر بهذا السياق المعجز جعله ربنا سبحانه وتعالى حقا عليه أن ينصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نعم تبر بنا أزمات وتبر بنا مصائب وكوارث هذا ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس شفنا قبل كده حضارات كثيرة جدا تقوم وتعلو وتسود وتنتشر في العالم شفنا حضارة الرومان شفنا حضارة الفرس شفنا الإنجليز الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس شفنا وشفنا وشفنا لكن فرحه فين في الآخر كله انتهى لكن أمة الإسلام ما زالت باقية أمة الإسلام حقيقة أمة لن تموت لا تموت أبدا وإلى يوم القيامة لأنها تحمل الرسالة الخاتمة من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى البشر رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وديننا الإسلام هو آخر الأديان فلن تنتهي أبدا أمة الإسلام يا إخواني ويا أخواتي ذهاب أمة الإسلام هو ذهاب الأرض فناء الأرض يوم القيامة لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق عندما ينتهي المؤمنون والمسلمون والموحدون تقوم الساعة لكن إلى يوم القيامة سيظل طائفة من المسلمين يحملون الراية أنا أعيزكم تراجع تاريخ اليهود نفسه مع رسولنا صلى الله عليه وسلم راجعوا على سبيل المثال غزوة بن النظير وانظروا إلى ما كتبه ربنا سبحانه وتعالى ما سطره في كتابه الكريم في القرآن الكريم لنظل إلى يوم هذا نقرأ هذه الآيات ونعتبر بها وإلى يوم القيامة يكون ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله انظر إلى الكلمات المسلمون في هذا الوقت ظنوا أن اليهود لن يخرجوا من حصونهم حصون هائلة وعتاد كبير وأعداد كثيرة ظن المسلمون أن اليهود لن يخرجوا من حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم ظن اليهود أن هذه الحصون تمنعهم من الله عز وجل ومن المؤمنين ظن اليهود قديما كما يظنون الآن حديثا وهم يختفون وراء الآلة العسكرية الجبارة وأمام الإعلام الكبير والاقتصاد القوي والسور الذي بنه في هذه الأرض والصواريخ والطائرات والدبابات وكل ما يتحدثون عنه ظنوا ذلك فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى قال ربي في كتابه الكريم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يا سبحانه الله انظروا إلى هذه الكلمات الرعب يقذف في قلوب اليهود ليس من مقاتل ولا من محارب ولا من سلاح ولا من طائرة ولا من دبابة ولكن من رب العالمين سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار هذه هي الرسالة التي يجب أن يحملها المسلمون هذه هي القضية التي يجب أن نعيش من أجلها أن نعتبر بكتاب ربنا سبحانه وتعالى ولندرس قضية فلسطين نحن فقط يا إخواني في هذه الحلقات فتحنا مجرد صفحات وضعنا بعض العنوين نحتاج إلى تفريغ الأوقات والأعمار والجهد والوقت والمال لدراسة هذه القصة دراسة حثيثة قوية عميقة لنفقه من أين أتينا ومن أين أتي المسلمون ومن أين ضاعت فلسطين وكيف يمكن أن تعود بإذن الله رب العالمين راجعوا يا إخواني حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي يصف به الداء الذي سقطت به الأمة في براثن اليهود والإنجليز وغيرهم من أعداء الإسلام راجعوا قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول في الحديث الذي رواه ثوبان في سنن أبي داود يوشك أن تداع عليكم الأمم زي بالضبط ما شفنا في قصة فلسطين تداع الأمم جاء اليهود وجاء الإنجليز والروس والألمان والفرنسويين والأمريكان وغيرهم وغيرهم تداعوا جميعا يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصاتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله لابد أن عدد المسلمين سيكونوا قليلا حتى تأتي أوم الأرض وتأكلها قال لا بل أنتم يومئذ كثير مليار وتلتميت مليون بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم الأعداء اليهود أو غيرهم لا ينظرون إلى أعداد المسلمين ولا ينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم ولا يلقين في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت يوم يدرك المسلمون أن حب الدنيا هو الذي أسقطهم في هذه المآزق الكثيرة والمشكلات العديدة يوم يخرجون بإذن الله من أزماتهم وأذكركم وأختم بها كلمة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه وهو يخاطب الجيوش الفارسية الهائلة الضخمة العميقة جدا في جذور التاريخ يقول لها جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة عندما نصل إلى تحقيق مثل هذه المعادلة أن نحب الموت في سبيل الله كما يحب أعداؤنا الحياة يوم تعود إلينا فلسطين وغيرها من بقاع العالم الحزين ولن تصبح أبدا فلسطين بإذن الله أندلسا أخرى أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة